قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو أنه سيعقد مساء اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني لبحث مقترحات حركة حماس بخصوص اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة وأضف المصدر أن نتنياهو سيجري قبل الاجتماع مشاورات مع فريقه لمفاوضات وقف إطلاق النار يأتي ذلك بعد إعلان حماس أنها أجرت اتصالات مع الوسطاء في مصر وقتر بشأن أفكار للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة كما أشرت إلى أنها تعاملت بروح إيجابية مع فحو المدولات الجارية بصيص أمل يطرأ على مساعي التوصل إلى اتفاق التهديئة في قطاع غزة مع إعلان حركة حماس تبادلها بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف الحرب والانسحاب الشامل للاحتلال من القطاع فبعد جهود دبلوماسية حثيثة مستمرة سلم الوسطاء ردا من حماس على اقتراح يتضمن إطلاق صراح المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار إلى المسؤولين الإسرائيليين حماس كشفت في بيان أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجر اتصالات مع الوسطاء حول الأفكار التي تتداولها الحركة معهم بهدف التوصل لاتفاق يضع حدا للعدوان الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأكدت أنها تعاملت بروح إيجابية مع فحو المدولات الجارية بيان حماس أكد أن أي اتفاق يجب أن ينهي الحرب ويؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من غزة فيما تؤكد إسرائيل أنها لن تقبل بهدنة حتى تقضي على حماس سلطة الاحتلال من جانبها أكدت في بيان صدر عن مكتب بن يمين نتنياهو نيابة عن جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد أنها تدرس رد حماس على اقتراح يتضمن اتفاقا على إطلاق صراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وعلقت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية على هذه الأنباء قائلة إنه لأول مرة يسمح رد حماس على مقترح التهديئة بالتقدم مشيرة إلى أن هناك أساسا للمفاوضات